السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام سعدت بلقائكم حبيباتي وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحوال طيبة إن شاء الله اليوم عزيزاتي سأشارك معكم بإذن الله خلطات رائعة مجربة مني شخصيا لتبييض الوجه وتفتيح لون البشرة فكلنا نعاني من إسمرار البشرة خاصة بفصل الصيف فتظهر بقع سوداء وداكنة تنتشر في مناطق مختلفة في الوجه فنحاول بشتى الطرق وقاية البشرة من التعرض لأشعة الشمس الحارقة لكن دون جدوى لذلك لا بد من إيجاد طرق وخلطات مجربة لتفتيح لون البشرة والاسترجاع اللون الأصلي لها وهناك العديد من الوصفات والطرق لتحقيق هذه الغاية سأقدم لكم منها اليوم خلطتين جربتهما بنفسي وأعطوني نتيجة خيالية من ثلاث أيام الأولى للاستخدام ولنبدأ حبيباتي بأول خلطة سنستخدم بها الطين الأخضر أو ما يعرف كذلك بالطين المغربي فهذا المكون يزيل الخلايا الجلدية الميتة الموجودة بالوجه وبالتالي يزيد من قدرة الجلد على التنفذ كما أنه تساعد في الحصول على بشرة نظرة ومتألقة من خلال تجديد خلاياها وزيادة نقاوتها كذلك الطين الأخضر ممتاز للتخلص من الحبوب والبثور إضافة إلى النمش فهو يزيل الشوائب المسببة لها ولا يسمح بانسداد مسامات البشرة إضافة إلى أن الطين الأخضر المغربي له قدرة كبيرة على امتصاص الزيوت لذلك فهو مفيد جدا للوجه الدهني خصوصا إذا قمنا بمسجه مع القليل من ماء الورد كذلك فهو ينشط الدورة الدموية في الوجه ويزيد من تدفق الدم به فله عدة فوائد كما ترون للبشرة فهو يخفف الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة ويقلل من التهيج والحساسية وكذلك الإحمرار بالنسبة للبشرة الحساسة ولا بد أن أذكر لكم أيضا أنه رائع كذلك للتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء على الوجه وكثاني مكون عزيزاتي سنستخدم الحليب الكامل الدسم فهذا العنصر يحتوي على أحماض أمينيا تقوم بحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة ترطبها وتغديها بعمق والحليب يحتوي أيضا على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة ويساعد خلاياها على التجدد كما أن الحليب ينظف البشرة من الشوائب وهذا ما ينعكس على نعومتها ونظارتها زيادة على قدرته على ترطيب البشرة وتخليصها من حب الشباب والحليب أيضا معروف بعمله في تفتيح لون البشرة لوحده يخلصها من البقع الدكنة الناتجة عن الأوساخ والتلوت ونمط الحياة الغير الصحي وكثالث مكون سنحتاج لنشاء الدرة هذا المكون يطهر الوجه يزيل كذلك الخلايا الجلدية الميتة هذه الأخيرة التي تعتبر سبب رئيسي لسمرار الوجه بتراكمها وعدم تقشيرها بشكل منتظم ونشط درة يزيل كذلك البقع الدكنة بالبشرة يقوم بتفتيحها بفعالية كذلك فوغني بفيتامينات عديدة مثل فيتامين A وB الذين يعملان على تبييض البشرة وسأذكر لكم أيضا قدرته على تحسين بنية البشرة والتخفيف من التجاعد بشكل ملحوظ وهذه عزيزاتي مكونات الخلطة الأولى لتبييض الوجه وتفتيح البشرة لنمر الآن لطريقة التحضير التي لن تأخذ من وقتنا سوى دقائق معدودة أول شيء سنأخذ إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الطين الأخضر أو الطين المغربي نضيف إليها ملعقة صغيرة من نشاء الدرة وندمج العناصر الجافة جيدا ثم نبدأ بإضافة الحليب السائل بالتدريج إلى أن نحصل على خلطة شبه سائلة بهذا القوام الموضح لكم على الشاشة وكما أشير دائما عزيزاتي فالحليب يجب أن يكون كامل الدسم لا تستخدموا أبدا حليب خالي من الدسم أو قليل الدسم في الخلطات الطبيعية لأن الدسم الموجود بالحليب يعمل على ترطيب البشرة كذلك وتغذيتها خصوصا البشرة الجافة والحساسة وبعد الحصول على خلطة جاهزة بهذا الشكل العزيزاتي سنقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء الدافئ لنفتح المسامات المغلقة نجفف وجهنا بفوطة نظيفة وخاصة بالوجه ثم نأخذ فرشات مكياج أو فقط بالأصابع نطبق الخلطة على كامل الوجه وكذلك يمكن وضعها على منطقة حول العينين فهي ملائمة للبشرة الحساسة نضعها كذلك على الغنق والرقبة لتوحيد لون هذه الأخيرة مع لون الوجه نتركها لمدة 30 دقيقة وبعد أن تجف ويمتصها الوجه بشكل جيد نغسل وجهنا بالماء الدافئ ونكرر غسله بالماء البارد وسنغسل بالماء البارد عزيزاتي لإغلاق المسامات المفتوحة نكرر تطبيق هذه الوصفة يوميا إلى أن نحصل على النتيجة المرجوة لكنها ستبدأ بالظهور بعد ثلاثة أيام فقط من الاستخدام فهذه الخلطة من أقوى خلطات التبييد على الإطلاق فجربوها وتمتعوا بوجه صافي وأبيض كما لم يكن من قبل أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهذه الخلطة فهي سهلة كذلك ضعوها في علبة زجاجية وأحكموا إغلاقها جيدا ثم ضعوها بالثلاجة أو البراد فهي تبقى صالحة لمدة 3 أيام شريطة إخراج الكمية المراد استخدامها فقط من الثلاجة قبل استخدامها لتكتسب حرارة المطبخ فلا يجب وضع هذه الخلطة وهي باردة على الوجه لأنك ستغلقين المسامات ولن تستفيد من الخلطة وهكذا حبيباتي تعرفنا على الخلطة الأولى لتبييد الوجه لتنتقل الآن للتعرف على الخلطة الثانية أو البديلة التي سنقوم باستخدامها في حالة عدم توفر مكونات أو مقادير الخلطة الأولى وقبل التعرف على المكونات لطلب صغير منكم وأن تدعموني بالتغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيع على نشر المزيد من الخلطات الحصرية والمضمونة وأدعوكم أيضا للاشتراك بقناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لتتوصلوا بكل جديد من الخلطات الحصرية والمجربة شكرا لكم إذن عزيزاتي بالنسبة للخلطة الثانية سنحتاج بها للزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو ما يعرف بالياغورت أو اللبن كذلك وسنستخدمه في هذه الخلطة لأنه يقوم بتبييد وتوحيد لون البشرة يقلل كذلك من مشكلة النمش والكلف إذا كنت تعانين منها لأن به مادة حمضية تسمى بحمض اللاكتيك هذا الحمض يقوم بتطهير وتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة المسببة للإسميران وللبقع الداكنة لذلك فالزبادي يعطيك إشراقة لوجهك وبياب ناصر إضافة إلى أنه مغذي ومرطب للبشرة بامتياز ويصلح بشكل كبير للسيدات دوات البشرة الحساسة والجافة إذا تم وضعه لوحده وتركه لمدة 15 دقيقة بشكل يومي وكثاني مكون عزيزاتي سنستخدم دقيق الحمص الذي يفيد جدا في تفتيح البشرة وتبيض الوجه بسرعة كما أنه يزيده نظارة وإشراقة ويمكنكم تعويض دقيق الحمص بدقيق الأرز إذا لم يتوفر لديكم فلهما تقريبا نفس الفعالية وسنحتاج كثالث مكون للكركم المطحون الذي يمكنكم استخدامه أو الاستغناء عنه بهذه الخلطة حسب رغبتكم لكن أنا شخصيا أفضل استخدامه لأنه قدرة عجيبة على تفتيح البشرة وتبيضها ومنحها الإشراقة والنظارة فهو يحتوي على مواد تقلل من إنتاج الميلانين وهو يحتوي كذلك على فيتامين سي الذي يساعد على بناء الكولوجين وفيتامين بي ستة الذي يحفز على إنتاج خلايا جديدة لذلك فهو عنصر ممتاز لتبيض البشرة ولتحضير هذه الخلطة عزيزاتي سنضع ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر نضيف إليها ملعقة صغيرة من الحمص المطحون ثم نضيف ملعقة صغيرة من الكركم نقوم بخلط ودمج العناصر جيدا إلى أن نحصل على خلطة متجانسة وجاهزة للوضع بعد ذلك ننظف الوجه جيدا ثم نطبق الخلطة بطبقة سميكة بعد الشيء نتركها لمدة 20 دقيقة ثم نغسل وجهنا بالماء التافئ ثم بالماء البارد ويمكنكم استخدام الصابون الاعتيادي والملائم لنوع بشرتكم بعد ذلك ندهن الوجه بزيت اللوز بالنسبة للسيدة ذوات البشرة الجافة والعادية أما السيدات أو الفتيات ذوات البشرة الدهنية فمن الأفضل تمرير ماء الورد فقط على الوجه بواسطة قطنة مبللة به ونقوم بتطبيق هذه الوصفة أربع مرات بالأسبوع لتحصلوا على بشرة بيضاء وناعمة بوقت قصير جدا أتمنى عزيزتي أن تفيدكم هذه الخلطات المجربة وأن تجربوها كذلك لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تشاركوني آراءكم واقتراحاتكم بالتعليقات سأسعد جدا بقراءتها والإجابة عنها أشكركم على متابعتكم ووفائكم الدائم وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة